فعلا ما بيتمش دعوتي أنا لما بيتم دعوتي في مهرجان المسرح القومي روح بس ممكن ما يكونش من شلة معيات بل ولع الـ يتكل على الله بقى ويقعد في حط على جنب لأن الأسازة جبار الأسازة ما بيش ما بينه بالكلام ده شفتي الزكاة الاصطناعية وشفتي اللي حصل وتجربة تعمر مصطفى وشفتي التجربة دي ازاي هي حلوة ووحشة حلوة أن احنا تمام يعني أنا أعتقد أنه هو أول حد يستخدم الزكاة الاصطناعية في أنه يجيب المقلسوم تغني ذات نفسها فكرة عبقرية في الصراحة لكن وحشة زي اللي احنا شفنا بعد كده بقى عبد الحليم يغني حاجات لحامو بيكا منزد كلامنا عن الفنان علي الحجار والفنان متحد صالح في خلافات ما بينهم كده شفتيها ازاي وهل ينفع فنانين كبار بحجم متحد صالح وعلي الحجار يبقى فيه ما بينهم الخلافات دي لا أنا مش شايفها خلافات أنا شايفها زي ما بنقول زي وبعض فنجان وحاجة وحتعدي احنا أكبر من كده أسادزتنا أكبر من كده وأستاذ علي نفسه طلع قال إنه هو كان فيه سوق تفاهم وعدة خلص فما فيش حاجة خلص فالولع يتكل على الله بقى ويقض في حط على جنب لأن الأسادزة جبار الأسادزة ما فيش ما بينهم بالكلام ده سايفة جنب الجواز باسمك باسمي ياسمين فين ياسمين من المهرجانات لي مش بشوفها على الريد كاربت دي رجاست ميمة غير وغير وغير وكتير لي مش بشوفها على الريد كاربت هل ما بيتمش دعوتها ولا أنت أصلا ما بتحبيش تروحي لابنتات والحفلات دي لا بالعكس طبعا لا بالعكس يا فعلا ما بتتمش دعوتي أنا لما بيتم دعوتي في مهرجان المسرح القومي روحت مهرجان أنا دايما أصلا مواصبة على مهرجان المسرح ده لأن بالضبط فأي ممثل المسرح ببقى يا الله أوه السلولة الملامة فيعني على مهرجان المسرح ده بالنسبة لي دايما كل دورة لازم أروحها وبتدايق لما محدش بيدعيني لكن لما بيتم دعوة باروح بلبيها لكن لا ما حصلش بصراحة أنا رحت الميمة في وقت ما هم ده يعني كر آه بزا لا مش مسألة كان عندي جايزة كانت جايزة أحسن صوت صعد فمن بعدها لا ما تمتش دعوتي بس إيه السبب هل أصلا يعني ياسمين فيما بينها وما بين أي حد خلافات يعني أنت دايما متهضة ليه بص يا معراش أنا ببصلك لأن أنت شايفة أنا بتاعت خلافات ملايكة لا مش ملايك والله لا أكيد بيبقى فيه غلطات أكيد بيبقى فيه حاجات بعملها مش صح آآ بس ممكن ما كونش من شلة معينة آآ ممكن ما كونش من النوع أصلا أنا أنا طبيعي فعلا آآ دا من أكتر الزقائي اللي تاني مرة بتقولي محمى صبحي من آرب الزقائي في فرق آآ أجيال آآ إزاي آآ 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 الحاجات اللي هو بيعوزها فيها هي 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 الحاجات اللي أنا عايزها فيها آآ المشهورة آآ كنت اتمنى كنت اتمنى بقى هنائك بس ما جيتش احنا دلوقتي في عصر التطور شفتي الزكاة الاصطناعي وشفتي اللي حصل وتجربة تعمر مصطفى شفتي التجربة دي ازاي هي حلوة ووحشة حلوة ان احنا تمام يعني انا اعتقد ان هو اول حد يستخدم الزكاة الاصطناعي في انه يجيب المقلسوم تغني ذات نفسها فكرة عبقرية فصراحة لكن وحشة في ان زي اللي احنا شوفنا بعد كده بقى عبد الحليم يغني حاجات لحامو بيكا فش فهمة فهو استخدم التكنولوجيا صح في غيره هيستخدمها الغلط فزي ما التكنولوجيا احنا طول عمرنا هي فيها الغلط وفيها الحل فاللعيب علينا وفينا على رأي امل مهر احنا اللي فينا مشكلة فاحنا اللي استخدمنا الشيء ده بالطريقة الغلط لكن انا بالعكس انا مع اي تطور بس صح يعني لما تقولي لي مثلا على الشيء اللي هي المهرجانات ان دي تطور لا انا اسفل لا مش تطور كان ليك الصراح ان انت مش معتبرة المهرجانات والراب اغاني اصلا بالنسبة لي كياسمين اه بس ما عرفش ما استحملش وحتى لسه كان في حد بيسمع لي حاجة راب من قريب فكلامها حلو المشكلة ان الكلام كويس بس هما بيقولوا ايه بقى بطقوا شوية عشان نفهم فانا ما بفهمش الكلام اللي بسرعة يعني انا طبيعتي حتى هدوء شوية فلما تيجي تقولي كلام قدامي بسرعة بعد اذنك بس بطقي شوية عشان افهم فالراب بالنسبة لي ما استهونيش غير انه ما فوش غنى يعني انا بالنسبة لي انبصب به من احمد ميكي جدا شوفين انت عملت ازاي انا بحبه جدا ده بالنسبة لي اللي عمل الراب صح